وسط هذه الطبيعة الخلابة المطلة على جزيرة الزيرة يتفنن العنباشير في تلقيم أشجار الفواكه بحديقته الخاصة التي حولها بلمسته وخبرته إلى حديقة تضم كل ما لذ وطب من فواكه محلية وإستوائية لقمت الساكسومة هاي طريبين هادية معروفة الفيجوعة كي تشوف فيها كين شيري مويا فيها زوج زوج نوع شيري مويا هادية كين الكيوي كين لقياب لقياب فيها دوكاليتي فيها الحمرة وفيها الصفرة هادية يزغيو لها شيري مويا في الانترنت تلقاها يهدروا عليها يقول لك هادية ضد الكونسير حب وجغف بالأرض جعل العنباشير يترك العاصمة وأضوائها ويتخذ من مجتب عزون بأعالي بلدية العوانة مستقرا له أنا كين كنت صغير ونخدم اللهنا مع جدا ويما تقول لي أنت تخرج كي جدك كنت لعب في سيربي ونبعك ما عرفش البلاد جابني بابا ملتمك وليت ما نحبتش ما نحبتش الجاير نهربلون جينا ما نقرأ ما والو نجي لنا نخدم في الارض نخدم البحير نخدم اللوبيا وطماتيش وكذا وكذا وكما بمبلومو شغير شتو صغير كما الافوكات الافوكات كانوا ما يعرفوها إضافة لتلقيم الأشجار للعنباشير اهتمامات أخرى أهمها تربية النحل والطيور واستخلاص زيت العروس أجود أنواع زيوت هو فنان من نوع آخر عاشق أرضه فجادت له بأطيب وأشهى ما عندها من خيرات أمنيته الوحيدة التخلص من الاستراض نهائيا والاعتماد على المنتوج المحلي ترجمة نانسي قنقر